انطلاقا من كون الأمن القومي العربي خطا أحمر بالنسبة لمصر فقد تصدرت ملافات الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز الأمن القومي العربية وتطوير كل مجالات التعاون بين الدول العربية جزءا أساسيا من أجندة السياسة الخارجية المصرية وتمثل مصر بحكم ثقلها السياسي والاقتصادي قاطرة العمل العربي المشترك وترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة العربية أهلا بكم الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز الأمن القومي العربي وتطوير كل مجالات التعاون بين الدول العربية والتنسيق المستمر معها إذا التحديات المختلفة يمثل جزءا أساسيا من أجندة السياسة الخارجية المصرية لاعتبارات التاريخ والجغرافيا والاستراتيجية فالأمن القومي العربي خط أحمر بالنسبة لمصر كما أن مصر بحكم ثقلها السياسي والاقتصادي تمثل قاطرة العمل العربي المشترك وترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة العربية يشكل الدور المصري صمام أمان مهما للدول العربية الشقيقة في مساعدتها على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها انطلاقا من ثوابت أساسية تحكم السياسة المصرية وتتمثل في دعم وتعزيز الدولة الوطنية العربية والحفاظ عليها وعلى مؤسستها الشرعية وعلى رأسها الجيش والشرطة ورفض الاعتراف بأية ميليشيات إرهابية ومتطرفة تنفذ أجندات خاصة بها تتعارض مع المصالح الوطنية كذلك الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها وكذلك مساعدتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يسجل التاريخ مساهمات عديدة للدولة المصرية في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وأعادت الاستقرار تكريسا لدور مصر في محتيها العربي والإقليمي كدولة محورية ورئيسة في المنطقة العربية وبما لها من ثقل إقليمي وعربي قوة ومكانة وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخية دعم العمل العربي المشترك يعد أحد المرتكزات التي تأسست عليها السياسة الخارجية المصرية نظرا لما يمثله من تعزيز الأمن والاستقرار في الدول العربية كما يسهم في تعزيز النمو والرخاء للشعوب العربية تعد القضية الفلسطينية قضية مصر والعرب الأولى فمنذ عام 1948 أولى صانع القرار المصري اهتماما كبيرا بالقضية الفلسطينية وعبر أكثر من نصف قرن عملت الدولة المصرية على دعم الحقوق العادلة لأبناء الشعب الفلسطيني والتي على رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 أما في لبنان فمصر كانت ولتزال صاحبة دور قوي ووقفت خلال مرحلة استقلال لبنان عام 1941 إلى عام 1943 إلى جانب استقلال وسيدة وحرية لبنان ومنذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اتكزت العلاقات اللبنانية المصرية بشكل وثيق على تحقيق توازن بين الحفاظ على علاقات جيدة من ناحية والاحتفاظ باستقلال لبنان وتحقيق المصالح اللبنانية من ناحية أخرى واليوم كانت مصر في مقدمة الدول التي تقف بجوار لبنان في كافة الأزمات الطبية والاقتصادية والسياسية وفي سوريا نجد مصر حاضرة وبقوة فعبر عقد من الزمن مر على الأزمة السورية لعبت مصر دورة الوساطة بين الأطراف الدولية والجيش السوري وفصائل المعارضة متخذة من عدد من الثوابت التي تحكم العلاقات المصرية السورية قاعدة في حل الأزمة وتلخصت الرؤية المصرية في إيجاد حل سياسي وليس عسكريا من أجل حفاظ على الدولة السورية وهو الأمر الذي أعاد الاستقرار لسوريا واستعادت مقعدها بالجامعة العربية تلعب مصر الدور الرئيسي في دعم إعادة بناء الدولة الليبية منذ اندلاع الأزمة في ليبيا ودعت لضرورة المقاربة الشاملة من أجل إنهاء الأزمة الليبية من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويحدد الموقف المصرية في التعامل مع الأزمة الليبية عدة محددات هي دعم الاستقرار في ليبيا وحماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة وصرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي وحقن دماء الأشقاء من أدناء الشعب الليبي بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار وتقويد التدخلات الأجنبية وفي السودان أكدت مصر مرارا احترامها لإرادة الشعب السوداني وعدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمة السودان وضرورة حماية المؤسسات والتنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية للأزمة وطلبت مصر الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق وذلك في إطار تبني مصر مبادرة إسكات البنادق عام 2019 لإنهاء النزاعات والحروب بالقرة كما تعمل مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع كافة الدول العربية وهناك استراتيجيات واسعة لتعزيز مجالات التعاون المشترك فضلا على استهداف التعاون المتعدد بين دول العربية مثل التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والأرق وتحرص مصر على المشاركة في كافة القمم العربية من منطلق دورها الإقليمي والعربي الفعال في دعم القضايا العربية والعمل على توحيد الرؤى والأهداف من أجل تعزيز التضامن والوحدة العربية هو إذن دور مصري راسخ لدعم القضايا العربية كافة ينبع من ثوابت السياسة الخارجية للدولة والتي تعتبر أن أمنها القومي مرتبط ارتباطا وثيقا بأمن المنطقة العربية ترجمة نانسي قنقر